بين هذه المجازر المتوقعة وبين إخفاقات مستمرة للجيش الإسرائيلي في تحقيق أي نجاحات على الأرض عاد وزراء اليمين المتطرف يدوروا على شماعات جديدة لتعليق فشل الجيش الذي لا يقهر واستخباراته المساد الذي لا يخطئ لما فشلوا أمام وما زالوا يفشلون أمام مجموعات من المقاومة تسلحها أقل ما يمكن وصه إنه بدائي وبسيط رجعت شمائة مصر تاني شمائة مصر بتقول إيه المرة دي بقى على لسان وزير المالية سموتريتش اللي برضو كانتكلم قبل كده وبيحاول ينسى الصفعة التي وجهتها له المقاومة يوم 7 أكتوبر والخيبة اللي هم خايفين يفتحوا فيها التحقيقات فيقول لك إيه بقى المسؤول يعني المسؤولية الكبرى أو يعني جزء كبير من المسؤولية عما حدد في 7 أكتوبر تقع على مصر مصر؟ أنت مركز يا ابني هو أنت معانا هنا مصر؟ يعني أنت نسيت مخابراتك الفشلة ونسيت جيشك المسكين لعراج اللي معرفش يصد شوية سباريخ بدائية وجاي تدور على مصر سبت المخابرات العظمى وسبت فشل قوة غزة اللي تحولت إلى قوة غزة للفنون الشعبية الاستعراضية ده أقل حاجة ما يمكن أن توصف به قوة غزة الإسرائيلية لما هجمت عليها قوات الفصائل الفلسطينية اللي هي يعني معها شوية أسلحة بسيطة على شوية سواريخ عاملها في الخنادق ولا في الأنفاق وإذا بقوة غزة بتهرب وتجري وتتحول إلى قوة للفنون الاستعراضية ده أقل وصف لها ما عرفتش تصد مجموعة سواريخ محلية وجريوا حرام من الرعب ما هو جيش متعود يقتل ولا يقتل جيش متعود يهاجم ويقصف بقوة غاشمة ولا يحارب فنسي سموريتش ولا سموريتش ده أنه آخر حرب حقيقية اتهزم فيها وأن مصر كانت الدولة الوحيدة التي هزمت إسرائيل وكسرت الغطراصة الإسرائيلية والجيش الذي لا يقهر وخط برليف اللي كانوا عاديين يخوفونا به فواضح أنه سموريتش ده اللي أنا مش عارفها رئيسه سموريتش ده مسكين يمكن هو صغير ما تولدش وقت الحرب ولا عرف الزل والمهانة اللي تعرض لها يعني الجنود الإسرائيليين لما ذلوا وقهروا من الجيش المصري فبيدولك على مصر كل شوية تحرش بمصر أصل مصر هي اللي كانت بتبعت الذخائر إلى غزة عن طريق الأنفق وانا بقى مش هقولك إن احنا قفلنا الأنفق ولكن مش هقولك كلام ده أنت مسكين يا حرام أنت يعني بجد وصلت الحكومة الإسرائيلية لمرحلة من الهذيان والجنان من كتر فشلها نسيوا فشلهم نسيوا الانقسامات الكبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي المظاهرات اللي يوميا على بيوت الوزراء وقدام بيت نتنياهو من أهالي المحتجزين اللي فاشلوا أنه هما يطلعوا منهم إلا تنين بيقتلوا قدامهم مئات اتنين عشان يطلعوا اتنين ورحوا يدوروا على مصر مصر تمد حركة حماس بالذخائر مصر المسؤولة عما حدد في 7 أكتوبر سموتورويتشيتش بدأ اللي أنا مش عارفة إيه اسمه برضو دع نتنياهو قالك النبي ما تبعدش وفد للقاهرة بكرة بكرة فيه مفاوضات استكمال مفاوضات حول الهدنة فقالك ما تبعدش حد بكرة على فكرة منذ قليل علنة إسرائيل إن وفد إسرائيل جاي عادي جدا ياريت ما نستقبلوش أنا أتمنى إن وفد إسرائيل ده ياخد بعضه يروح بلا هدنة بلا صفقة بلا بتاع يعني طب ونتعب نفسنا ليه بقى في هدنة على فكرة الهدنة دي لصالح إسرائيل أكتر ما هي لصالح فلسطين لصالح إسرائيل عشان يطلعوا لهم الأسرة ولا المحتجزين اللي عندهم دول اللي هم هيموتوا عليهم فالحقيقة إنه هذا الجنون الإسرائيلي هذا الهديان الإسرائيلي وصل إلى أعلى مدى دي مش أول مرة يوجه هذا السموتوريتش سيهمه الفاسدة إلى مصر ده تقريبا نفس الكلام اللي قالوا في ديسمبر الماضي لما طالب أن تسمح مصر لأهل غزة بالمرور عبر الحدود ليه علشان مش عشان يعودوا عندنا لا سمح الله ولا حاجة لا مش عشان يهجروا ويصفوا القضية لا علشان يسفروا إلى بلدان أخرى ده غير بقى اتبعاءات إسرائيلية مستمرة إن مصر مسؤولة عن تعطيل دخول المساعدات ومرة اتفقنا مع مصر على دخول معبر فلادلفيا ومرة 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 كل ده هديان هذا الهديان لا يمكن تفسيره إلا بالفشل بالخيبة بالعجز عن تحقيق أي نجاحات على الأرض للجيش رقم 17 على العالم جيش رقم 17 المسلح بالمليارات الأمريكية ورغم ذلك لم ينجح إلا في تحرير رهينتين ده أنتم مساكين رهينتين بالعمليات العسكرية والباقي لم يحصل على أي رهينة إلا بالتفاوض والهدنة والانصياع لشروط المقاومة وشروط مصر وقطر ترجمة نانسي قنقر